قصة معاناة طويلة يعيشها ذو المعتقلين في محافظة صلاح الدين ما بين ألم الفقد لأبنائهم الذين غيبوا في ظلمات السجن منذ سنوات وبين ألم الحاجة التي يعيشونها في مخيمات النزوح في مخيم المحطة قصص لا تنتهي لهذه المأساة التي تكبر دون أن يلتفت لها أحد ودون أن تشعر السلطات الحكومية بعظم الجناية التي ارتكبتها بحق عائلات بأكملها اعتقل رجالها دون ذنب أو جريرا والله ما حديد لهم وين ما وين من 2014 حد الآن هذه عوالم خطيئة بل مخيم لا حدي لا حدا كيش ما حدي يساوي لهم صارهم بث من السين ابنائنا الراحة من 2014 حد الآن وحالة أبنائهم مأساويلة يعني شكلك ما ما أقدر أعبر عن المأسات اللي هم بيها ثقب الله بهم من العوال حتى اللي قمت الخبز قوهم دبرينه احنا من عدنا جاء نساعدهم وننطيهم اللي يروح يشتغل احنا الناشدهم ونشوف مصيرهم وين صاروا اذا بيهم شريف ونظيف ويقولوا يديك سادر ويقول لنا رزلمة ورجال يقل لنا وين راحوا الى ميتين خلي جوبونهم عمود نقطع نفس واذا طيبين خلي قلوا نعود نواجههم ونشوف شون حالتهم اعداد هائلة من الاطفال تركوا لمواجهة مصيرهم من غير معيل يعانون شظف العيش وتقاسي امهاتهم محنة مضاعفة ما بين محاولة سد رمق هؤلاء الاطفال والانتظار الطويل لعودة الغائب او معرفة مصيره على اقل تقدير ببلادنا وزواجنا صار لهم سبع سنين وريد من الله من الحكومة دورهم لنا وجيفهم علينا وعندي يجيب العشرين طفل كلهم اتامة لا اب ولا اخوتهم راح وابوهم راح وبهاتهم يقولوا هم يقولوا هؤلاء ولدكم معتوا بس جنيا ما معتوا خلي ينطوا هؤلاء واحد يقطعنا فساسا عنا نسوانهم ليضالات خطية اليوم سابع سنين توشك ان تصبح هذه المأساة منسية تمر عليها السنون ولا امل يظهر في الافق ليطمئن قلوبا متلهفة انهكها الانتظار وارواحا اتعبها الظلم والفساد وهي ترنو الى ساعة تسترد بها الحقوق لتنتهي معها فصول هذه المأساة ترجمة نانسي قنقر